دور الجزائر التاريخي ومساهمتها في نضال شعوب القارة السمراء من أجل الحرية والانعتاق من قيود الاستعمار ومكانتها المحورية في تعزيز التنمية في إفريقيا هو ما عاد إليه الدبلوماسي السابق والمجاهد نوردين جودي خلال نزوله ضيفا على متدى وكلة الأنباء الجزائرية في طبعته التي نظمت تزامنا وإحياء اليوم العالمي لإفريقيا الجزائر كما قلت من الأول كانت مهتمة دائما وأبدا بتحرير القطر الإفريقية فبدينا كما قلت في وقت الحرب التحروري كنا بدينا نفتحوا أبواب المراكز تدريبا تعنا إلى إخوانا من جنوب صحراء هذا كان يعني كان توجيه جدري يعني من الجزائر فبعضين لما أسسنا منظمة الحرب التحروري الجزائر لعبت دور أساسي كانت لازم لازم في ميثاق المنظر الإفريقية أن نطرح قضية هامة وهي تضامن مع الحركة التحرورية الإفريقية ضيف وكالة الأنباء الجزائرية أكد أن الالتزام بدعم حركات التحرور في إفريقيا لطالما كان قضية مبدئية لا نقاش فيها المبدأ الذي بقي راسخا في العقيدة الدبلوماسية للجزائر المستقلة في مسار دفاعها عن القضايا العادلة بحيث عملت على توحيد صوت إفريقيا في أهم المحافل الدولية وصولا لاستغلال عهدتها مؤخرا في مجلس الأمن لإسمع صوت إفريقيا دور الجزائر في توحيد صفوف في إفريقيا يعني فيها في شهادات خارج الجزائريين فأوبا سنجو قال لي الجزائر كانت هي المشعل تحرير أفريقيا الجزائر بينت بأنها أفريقية بمعنة الكريمة بتدخلها يعني اتزامها بالقضية الأفريقية ولا زالت إلى اليوم توقف يعني في سبيل تحرير الصحراء الغربية وإخواننا فلسطين ضيف المنتدى دبلوماسي نوردين جودي ثمن بالمناسبة مساهمة الجزائر والتزامها من خلال إطلاق العديد من المشاريع التنموية والمبادرات الملموسة في إفريقيا تكريسا لسياسة فعالة تعتمد على التنمية المستدامة كمحرك أساسي في استقرار وازدهار القرى وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية القضية بأن البعض الإفريقي يبقى خيارا استراتيجيا للجزائر اليوم ماذا نرى اليوم؟ أنه اليوم رئيس الجمهورية لا أحب شي يبقى إلا في الكلام الرئيس تبون أبدأ يأخذ مبادرات ملموسة يعني الخط ما بين جزائر وموريطانيا مثلا ولا المساعدة لموزنبيك فينا نحية النفط واسمه بناء الأنابيب هذه من البترول من نيجيريا إلى الجزائر وأوروبا وإلى آخره يعني فيه 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 عمليات جدية فيه إليها دي بروجي تنجيب وبخير نشغل في الكلام الجزائر مكت ثوار حاملة لواء قضايا القارة الإفريقية ديبلوماسيا سياسة تكرس للمثل الإفريقية العليا التحرر والتنمية والتكامل بين الأمس والحاضر لصناعة المستقبل